القصة التانية النهاردة ربطة الاندية المصرية المحترفة وقعت غرامة على النادي الالي قيمتها 20 الف جنيه وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة 10 دقيق في بداية المباراة الاخيرة مع الدخلية مما أدى إلى تأخر بدء المباراة طبعا للأسف القارات اللي بتاخدها ربطة الاندية والمسابقات بناء على تقرير الحكام وتقرير المراقبين هل حد سأل نفسه حكم هذا اللقاء حكم هذه المباراة جي امتى؟ هل حد سأل نفسه ولم تتأخر 10 دقيق بالسبب ايه؟ بسبب انه كان فيه ألوان متدخلة ما بين الاهل والدخلية طب هو الطبيعي اللي يحصل من الحكم والمرائب ايه؟ ان الحكم بيجي قبل المطش بساعة ونص ساعتين واول ما الفريقين بيجوا في معادهم المحدد والاهل وصل في معاد المحدد بيدخل الإداري مع الزي الأساسي والزي الاحتياطي وبيتم التنسيق بين كل هذه الأطراف داخل غرفة الحكام طبعا الحكم جاي متأخر الحكم اللي قدر هذا اللقاء الكابتن إبراهيم جاي متأخر فبالتالي الفريقين جم ملاقوش الحكم فكرة مراجعة الملابس وزي كل فريق من تي شيرتي من شورتي من حتى الشرابات من كل شيء ما تراجعتش في التوقيت المناسب فبالتالي على ما الحكم بدأ يشوفه يراجع لانه متأخر وعنده حيات كتيرة وعنده إحماء ويه 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 فخد باله هو في الكرودور والفريقين نازلين للملعب ان الشرابات فيها تداخل فالاهل لازم يغير لان الاهل ما كانش هو صاحب الملعب فالتأخير عندك فالاهل لما دخل غير فحصل تأخير في المباراة مين بقى المسؤول عن ده؟ مين بقى اللي يكتب تقريب بالتفاصيل دي بجد؟ المفروض المرائب لا فالمرائب والحكم قالك ايه؟ الاهل يشيلها فالاهل يشيل ايه؟ عشرين الف جنيه غرامة ليه؟ عشان نزل وكان فيه تأخير في المباراة مين المسؤول عن التأخير؟ هل انت كحكم جد في معادك؟ هل انت كحكم وكمرائب في قط اللبس عملت الإجراءات دي؟ ما انت لو عملت الإجراءات دي استحال الأهل ينزل متأخر انا شايف خبر ازا دي على فكرة مش حلو مش حلو ان يتقال في حقق القلي بالشكل القلي نزل متأخر عن معادة المباراة عشر دقائق القلي نازج تبير ونازج محترف اللي اخطأ يتحاسب المرائب لو شايف ان الحكم جي متأخر يقول ده في تقريره انت في قط لبس الحكام شايف ان الإجراءات دي ما تمتش في توقيتها قول مين المسؤول لكن ما تقولش القلي نزل متأخر والمطش بادا متأخر عشر دقائق ويتشايل القلي عشرين الف جنيه ليه؟